مؤسسة دولية تفاجئ المصريين بموعد ذروة التضخم وموعد انتهاء الأزمة في مؤسسة اسمها Capital Economics بتقول ان التضخم هيوصل لأعلى مستوى ليف مارس هيوصل لـ 38% وبعدين هينزل شوية خلال السنة ويوصل لخانة الأحد في أول سنة 2025 تضخم في فبراير زاد عن 35% وده كان مفاجأة لكل ومحدش كان متوقع مؤسسة دي بتقول ان البنك المركزي المصري رفع الفايدة 600 نقطة وده كويس مش هيكون محتاجة رفاها أكتر من كده وقالت كمان ان أسعار الفايدة الحقيقية في مصر دلوقتي في المنطقة الإيجابية وده يعني ان قيمة الفلوس بتزيد مش بتنقص وده كان البنك المركزي عايز يسيطر على التضخم لازم الفايدة تفضل مرتفعة لفترة طويلة وما ينزلهاش قبل منتصف 2025 على أقرب تقدير من ناحية تانية المؤسسة دي بتقول ان ضعف الجنيه المصري بيجذب الشركات الأجنبية للاستثمار في مصر في شركات تركية بتصنع المنسوجات بتفكر تستثمر في مصر وده كويس عشان هيخلق فرص عمل جديدة وقالت كمان الانتاج في القطاع الصناعي في مصر أقل بعشرة في المية عن أعلى مستوى لي وده يعني ان فيه طاقة فائضة كبيرة ممكن تستفيد من تحسن القدرة التنفسية لمصر ضعف الجنيه المصري ممكن يكون حافز لمصر عشان تبقى مركز للتصنيع بس ده لازم يكون مع إصلاحات اقتصادية أوسع أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر